وفي أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية كيف تفاعلت الأسواق العالمية؟ شاهدنا التراجعات كانت حادة وسعرتها الأسواق بشكل كبير ولكن مع نهاية التداول تحديدا في أورستريت شاهدنا عكس المزاج الذي شاهدناه في التداولات اليومية الأسواق الأمريكية تحديدا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي قال أن قواتنا الأمريكية لن تشارك في الصراع مع روسيا داخل أوكرانيا هذه التصريحات التي قالبت هذا المزاج من سلبي إلى إيجابي شاهدنا مؤشر الدوجون الصناعي الذي عكس مصاره وارتده للنطاق الإيجابي من تراجعات تجاوزت الثمانمائة نقطة إلى ارتفاعات ووصلت به إلى أكثر من تسعمائة نقطة كذلك بالنسبة لمؤشر الأس أم بي فايف هندرد وحول مصاره من ارتفاع تراجعات اثنين ونصف نقطة مئوية إلى أكثر من واحد ونصف نقطة مئوية مع نهاية الجلسة وهذا المزاج كذلك تحول إلى مؤشر النازدك الذي ارتفع بأكثر من ثلاثة في المئة عكس وحق هذه المكاسب غلبها من ثلاثة ونصف نقطة مئوية من التراجعات إلى أكثر من ثلاثة في المئة من المكاسب ولكن بالنسبة لأسواق النفط والذهب والتيكية الأخرى قلصت من هذه المكاسب نتحدث عن برينت الذي وصل إلى أعلى مستويات منذ أغسطس العام 2014 نتحدث عن مستويات هي الأعلى منذ سبع سنوات ولكن شاهدنا تخلى عن مستويات المئة الدولار كان في جلسة يوم أمس لمس مستويات تجاوزت المئة وخمسة دولارات ومكاسب تجاوزت تسعة في المئة وسبعة في المئة ولكن قلصها إلى حدود سبعة وتسعين مدون المئة الدولار من جهتها الذهب كذلك فقد مستويات الألف وتسعمائة دولار للأنصة نتحدث عن هذه المستويات هي الأعلى منذ أكثر من عام لم نشهدها على الذهب ودخول المستثمرين على الملاذات الأمنة وتحوط من المخاطر الجيوسياسية ولكن عاد إلى هذه المستويات وكذلك قلص من المكاسب القوية التي كنا شاهدناها على أنصة الذهب من جهة أخرى بالنسبة للأسواق المالية الروسية التي كذلك دفعت من كبير على هذا التصعيد شاهدنا في جلسة واحدة تراجعات كانت حادة على الروبل الروسي وعلى السوق المالية الروسية شاهدنا تراجع وخسارة أكثر من مئتي مليار دولار من سوق البورصة وبعد وقفها للتدول بعد هذه التراجعات ولكن عادت للتدول في جلسة يوم أمس نتحدث عن تكلفة التأمين على الديون الروسية ضد التخلف عن السداد تلحق وتعود لمستويات هي الأعلى منذ العام 2019 تحدثنا عن الروبل الروسي مقابل الدولار الذي هوا إلى أدنى مستوياته على الإطلاق وشاهدنا هذه التراجعات الدولار الأمريكي حقق مكاسب قوية نتحدث عن أعلى المستويات ووصلها الدولار خلال جلسة الماضية سواء مقابل الروبل أو حتى مقابل العملات الأخرى وارتفاعات وصلت إلى أعلى المستويات منذ قرابة عامين إذن كانت هذه وتشاهدنا هذا تحويل المصار الإيجابي بالنسبة للمؤشرات العالمية مع نهاية جلسة يوم أمس